يحاكي هؤلاء الصغار الحرب بألعابهم يحاولون تقلد ما يحدث في الجبهات التي نشأوا بالقرب منها معظمهم ولدوا في ظل المعركة والحرب في محافظتهم كانت قد بدأت قبل أن يخلقوا تبدو هذه المناطق النائية في مديرية صعدة كما لو أنها خصصت للأطفال دون غيرهم من الفئات العمرية وهم أكثر السكان حضورا بعد أن غادر معظم الشبان إلى الجبهات كمقاتلين أو هاربا من التجنيد تعتمد عليهم الأسر في جلب المياه وفي الرعي والعناية بالأرض وفي قرى كهذه أكثر ما تخشاه الأسرة على أطفالها أن يكبروا قبل أن تنتهي المعركة والأطفال هنا يخافون أن يذهبوا قبل أن يمارسوا ألعابهم مثل أقرانهم في بقية المناطق ويحاولون عبرها تعوض ما فقدوه وإصلاح جزء من الدمار الذي حل بهم أو شاهدوه بأعينهم الصغيرة فهذا الطفل يقيم منزلا بعد أن رأى كيف تهدو البيوت ثم لا تقام من جديد ضاعفت الهجمة الأخيرة التي نفذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وأدت إلى مقتل ما يزيد عن أربعين طفلا من المخاوف على الأطفال في هذه الأماكن ومن احتمال أن يفقدوا حياتهم دون أن يغادروا قراهم أو منازلهم المرتفعة عن السهول وحتى دون أن يكبروا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر